اشتركوا في القناة خاطر التنافس الصيني الامريكي على الاقتصاد العالمي جورجيفا في مقابلة نجرتها مع صحيفة The Washington Post اكدت ان الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب على الواردات الصينية ستأتي بنتائج عكسية وتوترت الحلقات بين اكبر اقتصادين في الحالم في السنوات الماضية بسبب قضايا من بينها الرسوم الجمركية وتايوان والملكية الفكرية والامن الالكتروني ومنشأ فيروس كورونا قالت وزارة الاقتصاد والتخطيطات تونسية ان الاتحاد الاوروبي سيمنح تولس 180 مليون يورو لدعم الموازنة العامة وافدت توكلة الانباء التونسية نقلا عن بين الوزارة بان المنحة ستواجه لدعم الاجراءات الرمية للتخفيف من تداعية جايحة كورونا ودعم النشاط الاقتصادي على ان يجري التوقيع على اتفاقية التمويل الاثنين بمقر وزارة الاقتصاد والتخطيط التونسية تجاوزت شحنات الحبوب المصدرة من الموانئة الاوكرانية عشرة ملايين طن منذ برامي اتفاق اسطنبول ذكرت وزارة الدفاع التركيان منذ احلان اسئنة في الحمل بالاتفاق في الثالي من نوفمبر الجارية رسلت واحد وخمسون سفينة شحن في الموانئة الاوكرانية بينما غادر منها احدى وعشرون سفينة ما يرفع اجمالية كمية الحبوب المصدرة بمجمع الاتفاق الى عشرة ملايين وثلاثمائة وخمسة عشر الف طن قال رئيس الوزراء الحراقية الجديد محمد شياح السوداني ان بلاده تسعى الى الحد من الزيادات في اسحر النفط لضمان استقرار السوق السوداني وفي تصريحات ادل بها في بغداد اتكد ان الحراق ثاني اكبر منتج في اوباك حريص على ان لا تتجوز اسحر نفط 100 دولار للبربيل وان لا تنخفض بشكل يؤثر على العرض والطلب قال رئيس الوزراء ان الحراق ما يزال يحاول زيادة الارادات بعد عقود من الاضطرابات شهدت حروبا وعقوبات وهجبات شنها مسلحون وانه ينبغي مراجعة حصة انتاج البلاد في اطار تحالف اوباك بلس وافقت دول مجموعة العشرين على انشاء صندوق لمكافحة الاوباء على غرار صندوق النقد الدولي وذلك رغم الخلافات الجيوسياسية بينها قال وزير الصحة الاندونيسية بودي جورادي تساتكن في مؤتمر صحفيا عاقب الاجتماع الثاني لوزراء المالية والصحة لدول مجموعة العشرين ان حملية انشاء الصندوق انتهت بهدف مساعدة الشركات الصغيرة والدول المتوسطة والنمية في شراء لقاحات والأدوية اثناء تفشل امراض المعضية يشار الان اجتماعات الوزرية تعقد في اطار مجموعة العشرين حول مختلف المجالات والنشاطات وذلك استعدادا لقيمة قادة المجموعة في باري يومي الخمس عشر والسادس عشر نوفمبر الجري في بريطانيا اعلن وزير المالية جيري مي هانت انه سيضطر الارفع الضرائب في خطة الميزانية هذا الأسبوع من اجل اصلاح المالية العامة وتخفيف ركود ركود طويل محتملة بكرت صحيفة The Sunday Times البريطانية ان هانت يحاول استعادة باستقية بريطانيا من المستثمرين في اول خطوة الميزانية منذ حل ريشي سوناك محل لسترس الشهر الماضي بصفته رئيسا للوزراء مع تعهده بالتراجع عن اخطائها المختلفة في السياسة الاقتصادية وعلى رأسها سلسلة من التخفيضات الضريبية غير الممولة هذا ويحاول كل من هانت وصناك أعداد حزب من المحافظين لزيادة الضريبية التي يمكن أن تعيد اشغال التوترة في الحزب والتي أجبرت على الاستقالة وسمحت لصناك كبير يصبح رابع رئيس وزراء بريطاني من حزب المحافظين منذ 2016 إلى هنا نكون قد وصلنا إلى الختام لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا عبر منصاتنا الرقمية ظهرات في الشاشة كما يمكنكم متابعتنا عبر الموقع الإلكتروني لقناة الجسائر الدولية شكرا على المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة